مرحبا أنا الدكتور أيمن الوادي اختصاصي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة رح نتكلم اليوم عن أعراض وعلاج التهاب الأنف المزمن والتهاب الجيوب الأنفية المزمنة ما هي الأعراض أو أعراض التهاب الأنف المزمن؟ أهم أعراض التهاب الأنف المزمن هي احتقان مزمن في الأنف وصعوبة التنفس من الأنف واحتقان في منطقة الوجه والمنطقة المحيطة بالأنف وجود إفرازات مزمنة من الأنف فقدان أو ضعف حاسة الشم أو وجود كحة مزمنة مع بلغة كيف يتم تأكيد تشخيص التهاب الجيوب الأنفية المزمنة؟ إذا استمرت هذه الأعراب أكثر من 12 أسبوع وكمان لازم الطبيب يقوم بإجراء تنظير للجيوب الأنفية عشان يشوف الأثار المترتبة على التهاب الجيوب الأنفية أو إجراء صورة طبقية للجيوب الأنفية لتأكيد تشخيص التهاب الجيوب الأنفية المزمن أما العلاج للتهاب الأنف المزمن والجيوب الأنفية فهو ممكن قسمه لقسمين العلاج الدوائي والعلاج الجراحي العلاج الدوائي عادة يشمل على بخخات الأنف التي تحتوي على مادة الكورتزون أو قطرات الأنف التي تحتوي على الماء والملح أو مضادات الهستامين أو الأدوية المذيبة للبلغم وبعض الحالات الشريدة التي لا تستجيب للعلاج ممكن نستخدم اللي هو يسموه العلاج المنائي متى بنلجأ للعلاج الجراحي؟ في أكثر من حالة لو فشل العلاج الدوائي بعد أخذ الدواء لمدة كافية دون أي تحسن في هذه الحالة لازم نلجأ للعلاج الجراحي أو إذا صار عندنا مضاعفات للجيوب الأنفية برضو في هذه الحالة الجراحة بتكون هي الحل أو إذا كان نوع التهاب الجيوب الأنفية اللي هو سببه اللي هو التهاب الفطري التحسسي فهذا الالتهاب الفطري التحسسي العلاج تبعه هو جراحي ما بيكون عن طريق الدواء والعلاج الجراحي اللي هي جراحة الجيوب الأنفية الوظيفية باستخدام المناظير الطبية بيقوم الطبيب في هذه الحالة بتوسيع فتحات الجيوب الأنفية أو تعديل انحراف الوتيرة أو بعلاج أي تشوى خلقي موجود في جدار الأنفي الداخلي وبالنهاية احنا بننصح أي مريض بعاني من هذه الأعراب لمدة طويلة أنه يراجع الطبيب المختص عشان من أجل أن يقوم بتشقيص حالته بشكل جيد وبإعطاه العلاج المناسب وذي وذي شيء من كل شيء